فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله مولي ولا نصير فهذا فيه دليل على أن العالم لا يتحول عن الحق أبدا مهما كلفه الثمن وأنه لا يطمع في إرضاء الناس أبدا خصوصا اليهود والنصارى لا يطمع في إرضائهم مهما فعلت فلن يرضى عنك إلا إذا تخليت عن دينك نهائيا وصرت كافرا مثلهم